اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حيث اقيم هذا المؤتمر في دورته الرابعة لمناقشة موضوع الجهات المانحة ودورها المتعاظم في دعم برامج التخطيط للتعافي الاقتصادي واستدامة التنمية بمشاركة عربية ودولية متميزة وقد تسلم الجائزة بالنيابة عن سمو السعادة الدكتور مصطفى السيد الامين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الانسانية وبهذه المناسبة عرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن شكره وتقديره الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على دعم ورعاية جلالته الدائمة لتحقيق الاهداف الاساسية للتنمية المستدامة في مملكتنا الغالية والوفاء بحاجات البشر وتحقيق الرعاية الاجتماعية على المدى الطويل واشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمؤذرة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الامين نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حيث سهم هذا الدعم والمؤازرة بتحقيق اهداف عديدة في تقديم مختلف انواع الدعم والمؤازرة لكافة المواطنين والمقيمين على ارض المملكة واوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان المؤسسة الملكية للأعمال الانسانية تحظى برعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى ايده الله حيث سهمت حملة في النخير بتحقيق العديد من الاهداف خاصة وانها حصلت على دعم مجتمعي وسجل الجميع موقفا سيبقى محفورا في الاذهان مبينا سموه الى ان الحملة تساهمت بدعم المتضررين من جائحة فيروس كورونا في داخل المجتمع البحريني ووصلت مساعدات الحملة الوطنية للمواطنين والمقيمين وخرج البحرين ايضا وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة التقدير الى المركز الاممي لخدمات المانحين عضو الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية على تكريم سموه بجائزة شخصية العام القيادية الفخرية في مجال المنح متمنين سموه لهم كل التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر